في إطار متابعته لمهامه المتمثلة في إيجاد أفضل السبل لخفض المصرفات وتقليص النفقات في إيجارات المرافق الحكومية قام فريق العمل المختص والذي تشكل ضمن الفرق الستة لخفض المصرفات المتكررة بقرار من اللجنة التنسيقية العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد قام بزيارات ميدانية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للاطلاع عن كثب على المباني التي تشغلها هذه المرافق والنفقات التي تصرف حاليا كإيجارات لها تمهيدا لوضع المقترحات والتوصيات الهادفة إلى خفض المصرفات بالنسبة لإيجارات هذه المباني ومن المقرر أن يرفع سعادة الوزير التقرير النهائية للجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الانفاق نهاية شهر نوفمبر الجاري تمهيدا لرفعه للجنة التنسيقية وكان فريق العمل الذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعد سيد زايد بن رشد الزياني قد اجتمع مؤخرا لاستعراض تقريره المبدئي والمتضمن مسحا أوليا لكافة المعلومات المتعلقة بالمصرفات المتكررة لإيجارات المرافق الحكومية وأليات خفضها عبر الاستخدام الأمثل للمساحات المتوافرة في هذه المرافق حيث استعانى في بداية عمله بمجموعة من المتخصصين في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية من أجل تسهيل عمله والحصول على معلومات دقيقة ومتكاملة تسهم في خفض المصرفات بفاعلية وبصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات المتحققة تذالا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو وليل عهد بدأناها المهمة في حصر المباني المستغلة من الجهات الحكومية ورصد المساحات وعدد الموظفين المقيمين في هذه المباني والقصد هو حصول على رقم نهائي بعدد الموظفين والمساحات المستغلة للوقوف على ما هو مدى المصرفات التي ندفعها بالنسبة للموظف في كل دائرة وبدأنا في هذه المأمورية وحصرنا جميع المباني الحكومية المستغلة وحطيناها في جدول لتبين المبالغ المدفوعة بالنسبة لكل موظف ولكل متر مربع مستغل في نهاية المطاف رح نقدم تقريرنا النهائي لللجنة وجزء من التقرير رح نقوم بزيارات ميدانية عشان نطلع على الواقع بمدى استغلال المساحات الموجودة في هذه المباني وإذا أمكن استغلال بعض المباني لدمج أكثر من جهة حكومية أو إدارة في نفس الوزارة في نفس المبنى والقصد في نهاية المطاف هو تقليص المصرفات سواء بتقليل المساحات المؤجرة أو باستثمار المساحات بصورة أفضل بتسكين عدد الموظفين أكبر فيها